نبدأ حلقتنا بمتابعة لأهم الأخبار وهذا الخبر اليوم عقد مجلس الوزراء جلسته عبر الاتصال المرئي بلئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله رئيس مجلس الوزراء وناقش مجلس الوزراء عدد من الملفات السياسية والاقتصادية وما تم اتخاذه من اجراءات احترازية لمواجهة جائحة كورونا وما تقوم به الجهات المعنية من تنفيذ للأوامر والتوجيهات الكريمة بهذا الشأن للحفاظ على صحة المواطن وسلامتهم في الداخل والخارج وكذلك المقيمين في المملكة وتوفير ما يلزم من دواء وغذاء واحتياجات معيشية مجلس الوزراء شدد على جميع المواطنين والمقيمين الالتزام الجاد بتعليمات وتوجيهات الجهات المعنية حفاظا على سلامتهم والإسهام في عدم انتشار الجائحة طيب في المؤتمر الصحفي اليومي اللي تعقد وزارة الصحة اليوم أعلنت عن تسجيل 435 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد كوفيد 19 وتسجيل 8 حالات وفيات رحمهم الله جميعا وتسجيل 84 حالة تعافي أيضا ليصبح مجموعة الحالات المتعافية 889 حالة ولله الحمد